الاختيار الصعب الموت وخراب الديار ربما كان هذا الاختيار في أي وقت من حياتك أو ربما كان في نهاية حياتك وربما في أي وقت من حياتك يكون هذا الاختيار في الغالب مصريا فهو حدد مصيرك من حيث السحة والمرض وقد يكون من غالبية الناس وعامتهم وهذا موضوع يصعب الحديث عنه أو الحديث فيه غالبا ما يكون هناك مرض عضال يحتاج من كثير من الأموال والتي هي بالطبع غير موجودة أو موجودة ولكنها تحتاج إلى إخراج إذا أنفقتها لم يبقى شيء وإذا لم تنفقها أنبك ضميرك بأنك لو كنت أنفقتها ما كان كذا وكذا والطب في الملادنا حدث ولا حرك والذي أدخلته طول عمرك ربما تنفقه خلال أيام فتجب الموازنة بين هذا وزاك بين الإفراد والتفريد بين الواجب والفرد إن على الإنسان أن لا يفرط في التباؤل ولا يفرط في المصرفات التي تكون على الأمراض وخاصة التي لا يرجى شفاؤها كالسلطان وخلافه نسبة النجاح في علاج الأمراض تكاد تكون صفرا ومعظم المرضى الذين نمروا بنفس التجارب انتهوا نهاية سيئة ومعظم أهالي المرضى الذين يركضرهم أن يعيشوا وادحدثتم معهم ناذبون أشد الندم على ما أنفقوا من أموال التي جعل الله لنا قياما والحي أولى من الميت والأقدار بيد الله سبحانه وتعالى هذا الكلام كما قلت ينطبق على معظم الناس وليس كل الناس بالطبع بل لأنني لا أذهب إلى بعد من ذلك وأطلب من الجميع أن يخففوا الأنفاق خير المكان وأن تقوم بالتصدق عن المريض وهذا الميت المفترض والأغبار في ذلك كثيرة والقصص أكثر من أنتروها أقول وحسابي على الله فهذا شخص ينفق 200 ألف درار نظير زرع كبد ثم يقوم هذا الكبد بالرد جسم له ويتم الشفاء ويتم انتشار المرض بسبب أنه خبيث وهذا شخص لا يملكه يومي قوة أومي فكفله بالعلاج الباهز وهؤلاء الأطباء لا يعرفون ما هو المريض وهل ما رأى وهل معه أو ليس معه هذا الصيام الذي جعله الله أي وقاية من كل شيء وخاصة من الأوراض ولا يتم ذكره من أطباء على الإطلاق يعني أنه الصيام على الرغم من أنه كورنسون أو حجر الزوية في العلاج فإنه لا يتم ذكره من أطراف العلاج أو خيارات العلاج المتاحة فإنه الملجأ والمنجأ من الأمراض سواء أنه كنت غنيا أو فقيرا قادرا أو غير قادر صغيرا كبيرا فمن الصيام هو الحل أقول لك الصيام ربما كان الوحده هو العلاج ربما كان الأدوية التي تدخذها وربما لم تسمع به فهذا رحمة الله يريد بها من يشاء أقول لك وربما تسمع عنه ولا تنفزه فإن القبول الأعمال بيد الله سبحانه وتعالى أقول لك ومن الناس أي المسلمين من هم مصدق ومن هم مكذب ومن يسمع عليك وزين واحدة ومن هو لا يسمع عليك وكل في فلك يسبحون أن الصيام قضية محورية في حياة المسلم وهو لما يكون فائد وهو بالطبع له كثير من الفائد فإنه لن يضر وربما كان هو العلاج الوحيد لهذه الأمراض فإن كثيرا من الأدوال والعلاجات ما تكون لها أضرار ومن أضررها أمراض تأتي بأمراض أخرى غير أن تكون موجودة عند الإنسان إن الشفاء من الله سبحانه وتعالى فليس في حبة علاج أو في إبرة أو علاج شماوي أو شععي أو ما شابه من العلاجات تمني الموت عند اليأس من الحياة لا يتمنى أن أحدكم الموت الموت لضرر نزل به فإن كان لابد متمنيا للموت فلقم اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأتأفني إن كانت الوفاة خيرا لي أو كما قال عليه الصلاة والسلام تداوى عباد الله فإنه ما جعل الله من داء إلا جعله دواء علمه من جعله علمه وجهله من جهله ولدي الكثير من المثلة على أنه الحي أبدأ من الميت وعلى أنه ربما كان الأكل ومصري في الحياة أهم من الألاج ولعل قضية عدم توافر علاج من أهم القضايا الملحة التي تلوح على الناس هذه الأيام والتي ينخصم خلالها الناس إلى من يشترع علاج بعنا من سعده أو بأي سعد وهم لا يقدروا على ذلك إذن الصيام هو الملجأ والمنجأ من هذا الملجأ الخطير ولكن العين بصيرة ولا يد قصيرة ولا يكاد يصل صوتنا إلى إخواننا فمن بالك من هو أبعد الصيام والحل السهل والصعب سهل على من يسر الله وسهل وأصعب على من دونه إنما بالتحذير منه هو الموت وخراب الديار حزن أن تكون من هؤلاء واختار الخيار الصحيح بلا تفريط أو إفراد فإن الندم لا ينفع ولا يرجع الأشياء وأن الميت ميت وأن الحي يحي فإنه لن يتم تعويده وإنما شاء الله كان وأن ما شاء لما كن ولا حول ولا قوة إلا بالله قال تعالى ما أصر من الصبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرعها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحبوه كل خوار مكفور صورة الحديد آية 22 و23 نهايته لا تسترعوا ولا تدفعكم الحب والحمية إلى تفريط في المقدرات وفي المدخرات ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا تمنى أن يأتي لكم بالشفاع العاقل وبتصبر سليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر